أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة التحليل البيئة الوحدة لغلافة الجوي ونواصل في الشرح هذه الوحدة غلافة جويات مسير والملوسات الصناعية ومن ضمنها هنا نرى أحد الملوسات الصناعية الأبخرة نتناولها هنا في الشرح هنا الرصاص LED بالإنجليزي فأبخرة الرصاص من المواد الملوسة الشائعة في الجو بمناطق المدى المزحمة بحركة السيرت وهذا يعتبر مصدر صناعي بالنسبة للرصاص فنجد أيضا مصدر صناعي آخر للرصاص هو مبيد أي المبيدات الحشرية وأيضا هناك حرق الفحم ترميد النفايات هذه كلها مصادر صناعية بالنسبة للرصاص أبخرة الرصاص الشائعة المنتجرة في الجو وأيضا استخدامه في البنزين لرفع رغم الأوكتان ولذا قلنا أن أبخرة الرصاص الموجودة أي متركزة في المدن ذات الكسافة المزحمة بسير السيارات لأنه يضاف إلى البنزين المستخدم في السيارات فنجد البنزين رغم واحد وتسعين يحتوي على كمية أكبر من الرصاص والبنزين خمسة وتسعين يحتوي على كمية أقل من الرصاص هنالك هنا التوضيح أنه الرغم العالي يعني ويوجود الرصاص قلة الرصاص في البنزين ووضحناه هنا إذن الواحد وتسعين فيه رصاص أكثر هناك رصاص أكثر والخمسة وتسعين يحتوي على الرصاص أقل كما شرحناه في السطر أعلاه الرصاص له عواقب وخيم على صحة الأطفال والتعرض له مستويات عالي يسبب الغيبوب والتشنجات بل حتى الموت فأيضا نجد المصادر الطبيعية الأخرى للرصاص في الجو هو غبار السليكات المنبعث من التربة والبراكين يعني فيه مصدر طبيعي آخر مصدر طبيعي للرصاص المصادر الطبيعية أيضا التربة والتربة وذلك بصدور يعني غبار السليكات المنبعث من التربة وأيضا البراكين 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 وهذه مصادر طبيعية وكما ذكرنا من سالفا المصادر الصناعية بالنسبة للرصاص وقد يصاب أن جمع الأطفال ما يتسمم الحاد بالرصاص بتخلف عقلي أو الضراب سلوكي هنا تكمن خطورة هذا النوع من الملوسات الصناعية ولا وهو الرصاص الأوزون زي ما عرفنا سالفا أنه يحمينه يوجد في طبقة الستراتوسفير ويحمينه من أضرار الأشعاء فوق البنفسجية ولكن لا ينتج مباشرة ولكن ينتج من تفاعلات معقدة بين عديد من ركبات والقازات في وجود ضوء الشمس وهذه التفاعلات تسمى الأكساد الكيميا الضوئية الفوتر جيميكال رياكشن لكثير المركبات مثل مركب ثاني أكسيد النايتريجين نيتريجين دايوكسايد وأول أكسيد الكربون كربون مونوكسايد وجزي الأكسجين والهايد الكربونات مثل غاز الميثين ويمكن زيادة الإنتاج أو تصبيط وفقا لدرجة الحرام في وصول السنة غالبا ما تكون المدة ما بين شهر خمسة إلى شهر عشرة في السنة هي أكثر مدة ينتج يتم إنتاج الأوزون بشكل عالي جدا ولكن إنتاجه يختلف من منطقة أخرى وفقا لألاقات الموجودة في السنة المميزات لهذا الملوس الغازي أو ما يسمون بالأوزون الأوزون النقي له لون أزرق لونه أزرق ورائحته مهيجة ولكن بكمية غليلة بيكون له رائحة لطيفة يعني كمية غليلة جدا بيكون له رائحة لطيفة عكس الكمية العالية التي تكون مهيجة وآثاره وجود الأوزون في الطبقة العليا مفيد للحياة حيث يحمي الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية أو ما تسمى بالإنجليزي Ultra Voilet UV هنا أيضا وجود الأوزون في طبقة الجو السفلة وتركيزها يؤثر على الصحة العامة يؤثر على الصحة العامة بالنسبة لأنه له رائحة مهيجة وتركيز الأقصى المسموح به للتعرض في اليوم للأوزون هو 12% في مليون أو جزيء في المليون وهذا أقصى تركيز مسموح به للتعرض في اليوم الواحد للأوزون عند استنشاقة يسبب الصداع والغثيان وهنا آثاره على الصحة العامة نجد مسألة الصداع والغثيان فواحدة من آثار العامة بالنسبة للأوزون نرى هنا أوزون هول في القطبة الجنوبية بالنسبة للكرة الأرضية وهي اكتشفت من سنة 1970 موجودة فنرى هنا كلمة بعد معناته يعني غير جيد أو يسبب مشكلة إذا وجد في طبقة التروبسفير التي تالي سطح الكرة الأرضية وهنا جيد جيد إذا كان عالي وموجود في الستراتوسفير ونجد حوالي 90% موجود من الأوزون في الستراتوسفير وفقط 10% في التروبسفير ويعتبر ويعتبر بالنسبة للأوزون ويعتبر من الغرينغاز الغرينهاوس غازيس الغرينهاوس غازيس على سطح الكرة الأرضية هنا فنرى كيفية وجود الأوزون أين يكون مفيداً وأين يكون ضاراً عند وجوده على سطح الكرة الأرضية يكون ضاراً لأنه يستنشاقه ويسبب صداع وغثيان ووجوده أعلى هنا يكون جيداً لأنه يحمين من الشعف وغالبنسجية ونرى أنه وجوده بشكل عالي جداً 90% يوجد في طباغة الستراتوسفير وفقط 10% في طباغة التروبسفير التي تالي الكرة الأرضية ترجمة نانسي قنقر